اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع جديد خطير جدا 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 جدا. احنا في قوان في الصحراء. ايه الصحراء ولا ايه? مش في الصحراء الصحراء. يعني صحراء الا. تمام? فالموقع رائع بجنن وشي مرتب. طيب. طبعا احنا السياخ جابتنا لمنطقة هاي. جابتنا من اسفل المنطقة اللي هنا هيك. اصدقت معنا ازقزاغ لحد ما وصلت للمنطقة هاي. تمام? وهكينا دائما يا اخوان في كل اغلب الحلقات. اذا انت بمكان مش راح تقدر تنفك فيه الاشارات او تعرف وين الاشارات او تندل على الاشارات. استخدم الاسياخ. الدرجة الاولى استخدم الاسياخ. تمام? الاسياخ هي بتعطيك المكان الصح وبتعطيك وين الاشارات الصح. ممكن نحو احنا ماشيين من هناك لأهو انا ممكن فيه خمسة جرون عشرة جرون. فيه إشارات شمال يمين تمام؟ إشارات راحت مع الهوى ومع المطر تمام؟ وفيه إشارات لساتها موجودة ماشي كيف نلاقي هاي الإشارات وكيف نوصل لهاي الإشارات اللي احنا بنحكي عنها تمام؟ لآن نقطة الصفر عبطتنا في هذا المكان شايفين وهون هاي نقطة الصفر ماشي الزجزاق أخذنا من أكثر من 200 متر وصلنا لهاي المكان هذا طبعا طبعا نظرنا هيك فيش 200 متر لكن احنا وحنا ماشيين هيك طريقة الزجزاق لما وصلنا لهاي المنطقة فهو صار عنا أكثر من 200 متر طيب شوفي عندنا إشارات لما نصل للمنطقة هاي شو عندنا إشارات؟ لابطلع على الصخرة من الخارج تمام؟ راح نلاقيها متاكل إشاراتها يعني لو هاي كانت جرن لو هاي نحكي عنها جرن لكن مع الزمن راح تبتاكلت شايفينها كيف؟ هو مطر تعرف ايش؟ لو كان فيه إشارات متاكلت لكن لما بحثنا عن الإشارات الطريقة الصحيحة وصلنا للمنطقة هاي اللي كان نقدر ندخل عليها جوه ها 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 ستراح نشوف مع بعض الإشارات الموجودة تماما هسا احنا تحت تحت الصخرة يا اخوان هاي الصخرة هسا احنا تحتها ماشي يعني هاي هيكي المطل تبحث ها فينو خلو هذا ناخد له صورة والله هاي صورة خلوة يا اخوان ساولها سيكريشوت تمام شوفوا كيف يا اخوان دقيقة مفتاح عصر مفتاح اتنااش شق شق اتنااش طيب اخوان لما جينا تحت الصخرة تمام لقينا الاشارات اللي احنا مندور عليها واللي احنا بتريدنا في الشغل تبعنا من الاشارات الاولى عندي جرن هون تمام تمام عندي جرن هون هايو ماشي ماخد معاه السرداب هاي نوضح الصورة هاي جرن ماخد معاه السرداب واصل للمنطقة مش عارف كيف تصورها صراحة لهون واصل شاكين كيف يعني ريك بنا نخذها هاي الجرن مرضو مش الزابط التصوير فيها ماشي اخوان عنو ها شاكين انا وين ها مش عارف كيف تصورها صراحة لكن سوفوا خلينا نحكي ماشيت عندي جرن هون عندي السرداب بوصل مع الاشارة نفسها بوصل لسرداب لجوة تمام عندي اشارة تثبيت جرن ثاني في المنطقة هاي بيسكر يعني جرن بيسكر على جرن داخله خط بالنص يعني عندي غرفتين او قبرين تمام الاشارة الرئيسية من الاشارات اللي موجودة هون اللي هي اشارة الجرن هاي شايفينه ان شاء الله يوضح هاي واضح اشارة الجرن هاي هاي تمام عليه مربط فرس هاي هون هذا المربط الصغير شايفينه عندك اشارة مثلة هون ننقص ضلع متصل اتصال مباشر مع الجرن اللي موجود زائد اشارة مثلث ثانية اشارة مثلث ثانية توجيهية دقيقة خد نشوف كيف هاي سبين مع الكاميرا اذا عندي اشارة مثلث اولى متصل اتصال مباشر مع الجرن بزائد اشارة مثلث ثانية هايها زائد اشارة توجيه تمام تمام اشارة توجيه ليش نعطيها اشارة توجيه لانا عندنا ظلع بظلع بظلع ناقص اذا في عنا اشارة لجف نسميها هاي زي اشارة اللجف على السقف اذا ما نروح باتجاه اتجاه البتودينا عليه للارض تمام لكن هسه في المنطقة هاي اللي احنا فيها اتعرضي تمام راح نلاقي هذا الجرن كمان ايو ايو هذا الجرن برضو معطيني توجيه لنفس الاتجاه اللي احنا حكينا عنه كيف وصلنا للاشارة هاي كيف وصلنا للشغل هات ماشي هو عن طريق زجزاق اخوان يعني عن طريق زجزاق بوصل للاشارات هاي عن طريق الزجزاق شوف هاي اشارة نحن هاي هكي هكي هاي حلو طبعا هاي الاشكال اللي هون هاي من الصخير نفسه طبيعة الصخير نفسه تمام نوصل عن طريق الزجزاق بنلاقي اشارات زي هاي 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 كمان مربط فلس هاي كمان مربط تمام هاي هاي قواقع اللي جوة شاكينا اشارة الصابت وبحث الصورة لكن هاي قواقع بينا ان شاء الله تمام هذا المربط هاي هون مربط عكينا مربط الثاني جاي هون هاي مربط حلو وواضح واشي مرتب على كيف 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 طيب الارضيه الارضيه تمام ايك ندينها ستجاه الحفر عنا احنا حسنا ممكن صاير زلزال في المنطقة او ممكن صاير اي اشي في المنطقة لانه هذا المكان اللي احنا فيه هو عبارة عن صخرة متفسخة عن صخرة ثانية يعني صخرتين انفسخوا عن بعض ماشي هاي هون شايفين كيف هاي طبعا هاي 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 زيطنت الحكمة لكن اه بصراحة ما بقدرش اخش جوب وبلاش تعرفوش الشيطان شاطر والله هو لعب لي بس صخرة يوقعها فوقراتي هاي هاي شايف الله حلوي اخوان يعني منيح 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 ياندنه فيها اشارات هذا هميشي يعني الزجزاج لما وصل له انا ما وصل على منطقة فارغة او منطقة ما فيها اشارات لا بوصلك لا اشارة لمنطقة فيها اشارات دقيقة خلقق معي احنا هوا كنا اخوان جوب فيها يجوب دقيقة ها طيب. طيب احنا هسا المطارات علنا نقطة الصفر. بس احنا هون كنا جوه هاي. في الداخل هاي. ماشي. لما عطتنا نقطة الصفر عطتنا ياها بالمنطقة هاي. هون. ماشي. هسا الاشارات اللي موجودة في الصخرة داخل التحت موجودة من تحت كلها التوجيه تباحها للمنطقة هاي. يعني بتوجه كلها لهون. تمام. خلينا نشوف. هاي اخوان. هاي. هاي المنطقة اللي انا كنت فيها هسا جوه هون. هون في المنطقة هاي. هون الاشارات. تمام? الان اعطتنا الشغل في المنطقة هاي. لو بنا نسوي زي القنوات الثانية اللي كان قلنا ها. فتح معنا الفراغ. على هاي الصورة اللي زي هيك. ونقولكم فتحت معنا الفراغ وهينا وصلنا لا شارة الدفين او للدفين. ماشي بس مناش نكمي. شايفين هكيه. هون. كلها بتجيبنا على هاي المنطقة. والتردد جابنا على هاي المنطقة. والاشارات جابتنا على هاي المنطقة. اذا في عندي اشي مثبت. اشي صح. تمام? اشي وصلنا نتيجة انه هون ماشي في اشي صح. هذا المهم. مش المهم. اقولكم مش مهم المعدن. مش مهم الشغل هذا كله. انت اشتغلت على الاسياخ وصلت لنقطة. ماشي. لقيت فيها اشارات. اشارات حلوة. اشارات بتوضح لك الشغل كله. اذا بثبت هون. بغض النظر. شو كمية المعدن. لكن بشتغلها. تمام? معدن لما بجيبني من مسافة 200 متر من هناك. بجيبني مسافة 200 متر بوصلني لها المنطقة هاي. اذا بشتغلوا لو اش مكان. تمام? اذا ترددوا قوي. اذا الشغل صح. لما بلاقي الاشارات باكد الشغل مزبوط 100%. انا رح اورجيكم كيف الصخر متفسخ عن بعضه. تمام? خلاص هون عرفنا نقطة الصفر. اخدنا اشاراتها واخدنا كل الشغل هات. الان بدنا نشوف كيف الحجر متفسخ عن بعضه. احنا كنا تحت هاي طبعا. هاي تحت هاي. شوف اخوان. هاي. هذا الحجر مع هذا الحجر. اذا شبكناهم في بعض. اذا مسكناهم نضمناهم لبعض. راح يكونوا على نفس الديزاين تباحن. طلع. يعني هاد راح يشبك معها. طي صاير كأنه اشي هون. غريب عجيب. تمام? زلزال او اشي زيك. نفسخ الحجرين عن بعض. طيب. لو دخلنا هون هل بنلاقي اشارات. هذا هو السباة. لو دخلنا هل بنلاقي اشارات. اشانا بس ما اطلع لنا حيي ولا اشي. تاما. شوفونا شوف يجوبه هون. ها. نلاحظ عن اشارة. اشارة تكون صحيحة يعني الواحد. لما بيدي بقول اشارة. بيقول اشارة صحيحة. طلاقيا. شو ها? لها ها هون هاي. مع هاي مفتوحات عبارة طلاق. هيك انا قلتوك انا السردات. ما ينزل زي ما كان السردات صح? يلا. طيب. هاي نفس هاي تقريبا هاي. نفس هاي. نفس الشكل تبع هاي. لكن هاي مش اشارة يا اخوان هذا مزرب مية. مزرب مية. هاي. نفسها ديك تقريبا. اه. واسعة لجوه. الله شكرا هاي. مشكلة قلتوك اللي شارات متاكلة. مبهدل مبهدل تبهدل الصخرة. تمام? شارات اغلبهم متاكلات. هاي هاي كمان? تمام? الله انا عارف شو فيه جوهات. فيش جوهات انا مش عارشوها. دقيقة. انا مش عارشوها. شارك نضغل فيه لعاش. ونشوف شوف جوهات. باي ما اكوش يا اخوان. ما دخلنا السردات. شارة شو باي ما ايش. طيب. انا شوفها المنطقة. شوف السخرة جارة. رحم الله انا شوف شوها. انا شوف جوهات انا شوف. ما هي جاي هذا الجوهات. حلوة حلوة يا اخوان كثير. منطقة ولا اروعة ولا احلى. لكن مش سيحية. لا انصح فيها سياحيا يعني. صراحة. لا انصح فيها سياحيا. نهائي لانه. عبر ما توصلوا لها. بتكون طلعة تروحكو يا اخوان. وجوها حامي كثير. شوف اخوان. زلقيت واشارة كمان حكولي. انا قابل اصور. زلقيت واشارة كمان حكولي. هذا بالشيخ. طيب اريدكو اخر اشارة اللي هي الكرسي اخوان. عشان نعرف ان هاي المنطقة اللي احنا جينا عليها. هي منطقة مقبرة او اشي. مثل هيك. هاي الكرسي اخوان. شايفينه. هذا هو. حتى كرسي فيه وهي درجة كمان طالعه. وهي واحد. هاي درجة درجتين للكرسي. نطلع عليه ونشوف. تمام. هذا حطينه للحراسة شكلهم. طيب. هاي درجة. هاي درجتين. درجة درجتين والكرسي. تمام. طيب. نطلع هاي دول درجة. هاي ثاني درجة. وهي الكرسي. الواحد يقول عليه حارس او اشي زي هي. بقعدها لهذا الكرسي. يراقب المنطقة امامه. جميعها. تمام. مطلة على كل الجهات بقدر يشوفها. ماشي. بس مجرد ما يطلع هاي درجات هاي واحدة. والكرسي. اه. نشكركم جميعا على المتابعة. تمام. نحنا كان بودنا ان يطلع معنا اشي. نورجيكم اياه بعينكم. لكن كل الامور اللي بروح عليها كلها حثر تحت الارض وشغل تحت الارض كله. واشي متعب يا اخوان. تمام. نشكركم على المتابعة وان شاء الله في حلقة جديدة في موقع جديد في مكان جديد. نشكركم على المشاهدة للآخر. شكرا.